اهلا بكم بعد الفاصل في اخر فقرة في حصاد موسم 2019 الفاصل او العامل المشترك بين كل النجاح ده هي حاجة واحدة هي روح الفانيلا روح الفانيلا الحمرة اللي احنا كلنا بدي اكتسبها من الصغر داخل النادي لما نشوف عندنا ابطال بيكسبوا بنتعود على المكسب بنشوف الابطال بيديونا حماس وروح اضافة كمان للجماهير اللي هي بتدي الروح الكبيرة اللي لعبين كلها اكيد الجماهير دي برضو عامل مشترك في هذا الانجاز بيكون مشترك ليه لانه هو من فوق وسوته بيشجع اللعيبة اكيد اللعيب بيدي اقصى طاقة غير اللعيب هو بيدي اقصى طاقة داخل التدريبات وداخل الصلاة وداخل الجم وداخل كل الملاعب لكن لما كمان صوت الجمهور يجيله كمان بيزيد طاقة اقوى كثيرا عشان كده دايما بنقول ان الجماهير مع كل هذي اللعبين بتعمل حاجة نفسية اعلى بتدي حتى لو اللعيب جاي وانا لعيب وكنت موجود داخل الصلاة النادي الاهلي بتدي حاجة روح مختلفة بتدي اللعيب حتى لو اللعيب ده جاي متضايق فيه حاجة مضايق اكيد اللعيب ده برضو بني ادم عنده مشاعر وعنده احسيس وعنده كمان مشاكل جاي بيها لكنه لما يخش الصلاة ويسمع كمان صوت الجمهور الموضوع بيختلف نتمنى ان في الوقت اللي جاي في عشرين عشرين تكون سنة تعاودة في الجماهير رسميا نتمنى من الجماهير الالتزام ونتمنى كمان من كل الاتحادات السعي في هذا علشان يخش الراجل اللي جاي يشجع يبقى جاي مبسوط جاي يشجع ندي عشان جاي فرحان بندي جاي زود بطولات النادي الاهلي كمان بطولة وكمان انجاز لان هي كده الجماهير هي الرياضة روح روح اساسية بتدي حاجة قوية جدا اللي لعبتنا بتديهم داعم نفسي قوي جدا ومن التجربة اللي احنا شايفينها داخل النادي الاهلي فعلا جاي من النادي الاهلي بتبقى هي رقم واحد في الداعم الاساسي والنفسي اللي لعبين داخل الصلاة وشوفنا بطولات ما سبق كثيرة جدا قبل كده والجمهور بيعمل العامل النفسي عامل الرعب كمان كمان بقول للسالة الجديدة امنية عندي لكل الناس بنقول ان العشرية عشرية تكون انسانة عاوض الجماهير رسميا كل الناس داخل الصلاة بتشجع فرقها وبتشجع منتخباتها علشان دا حاجة مهمة جدا روح مهمة جدا الجمهور بيديها للعبين لان الموضوع اكيد بيختلف مع العيب والناس بتشجعوا ولعيب بيلعب في صالة ما فيش حد بيتكلم فيها خالص بيكلم فيها صاحبه بيكلم فيها اللعيب اللي جنبه بيسمع الصوت كل حاجة الموضوع بيختلف لان دي قلتها قبل كده هقولها تاني صوت الجماهير بيدي اللعيبة دي خبرة خبرة عشان تقدر تواكب في المحفل الافريقي والعالمي الجماهير اللي بتقابلها بنعمل تست هنا بنعمل اختبار هنا اللعيب يتحمل الضغط ولا ما يتحملوش لما يسافر برا يقدر يتحمل الضغط ده ده عشان منتخبات مصر فانتمنى ان العشرين عشرين تكون سنة عاوضة الجماهير رسميا باذن الله لان كل الاطراف المعنية اكيد بتسعل ده فاكيد هيكون لها حل لان كل المسئولين اكيد اكيد كل المسئولين عندنا بتدور على ده بتدور على عاوضة الجماهير نتمنى ان شاء الله باذن الله عشرين عشرين سنة عاوضة الجماهير هنكمل حصاد ونروح لالعاب القوة ولعبة فردية مهمة جدا في النادي الاهلي ام الالعاب دايما يتقال عليك الأم الألعاب لعبة ألعاب القوة ما شاء الله عليهم بخادر كابتن ياسر داود رئيس الجهاز إنجازات كثيرة جدا في ألعاب القوة خلينا نشوف ألعاب القوة على الحصاد المحلي عملوا إيه ألعاب القوة الفوز ببطولة منطقة القاهرة تحت 12 14 16 18 23 عمومي رجال واسيدات مقتصحين يعني كل حاجة كسبين كل حاجة العلامة الكاملة في البطولات اللي عبوها السنة دي نفس الكلام في بطولة كاس مصر كسب 12 14 16 18 20 23 وعمومي رجال وانسات اللي اتنم مع بعض برضو يبقى كده تاني واحد تالي بطولة الفوز ببطولة الجمهورية تحت 12 14 16 20 23 وعمومي بكده رجال واسيدات وانسات بكده فريق ألعاب القوة عندنا في النادر أهلي لم بطولات السنة لو بصرنا للمنظر ده هنقول النادر أهلي رقام واحد ده بسبب إخلاص اللاعبين أكيد والمدربين وتفاني الجميع في العمل داخل النادر أهلي لانجاح هذه المنظومة ده اللي قدامنا دي الأرقام عشان ما حدش يقول احنا اللي بنقوله ده حصل ده النادر أهلي في العاب القوة النادر أهلي في كرة السنة النادر أهلي في كرة الطائرة هي دي المؤسسة هي دي الأساس بتفرغ لكل منتخبات مصر ونشوف كمان لعيبة النادر أهلي مع منتخب مصر اللاعب القوة عملوا أيه على المستوى العالمي لعيبة العاب القوة على المستوى العالمي عندنا اتنين مدليا من نصيب لعيب الأهلي إمام منصور وإسراء عويس الاثنين كسبوا ذهبية الملتقى العالمي في فرنسا عدو وكمان إسراء عويس نفس الكلام ذهبية الملتقى العالمي بفرنسا في العدو نكمل أربع مدليات في لعبتنا في الرجال مصطفى الجمل دهبيت دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المطرقة كابتل مصطفى الجمل عليه عامل كبير جدا في توكيو كل ناس حط عليه أمل كبير جدا في توكيو إن كابتل مصطفى الجمل يجيب ويحرز مدليا لأن أرقامه قريبة جدا من مستوى العالمي إسلام أبو السريع برونزية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب المطرقة شهاب عبد العزيز نجمينة الكبير برضو عليه عامل مهم جدا في دورة توكيو اللي جاية دهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في القرص محمد مجدي حمزة في الضيط دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب دفع الجلة زي ما احنا شايفين قدامنا لعبتنا وأبطالنا ونجمنا وحصاد كثير جدا ولسه بنكمل روان وليد دهبية البطولة العربية لنشئين بتونس الكبار سيبنا الكبار وبنخش على نشئين كمان روان وليد دهبية البطولة العربية لنشئين بتونس في القرص شاهناز وفخي زهبيت البطولة العربية نشئين بتونس في الرمح أحمد حمدي واخد مدنيتين فضيت البطولة العربية نشئين بتونس في الجلة وأحمد حمدي كمان برونزية البطولة العربية نشئين بتونس في الأرص زي ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله عليهم نشئين وكبار ألعاب القوى علامة كاملة داخل الدوري المحلي مختصح كل البطولات وكمان في بطولات العالمية بيطلع بيشرف مصر وبيجي مدلات لمصر بيضيف لودلاب المنتخب لمصر بطولات وإنجازات كثيرة جدا في ألعاب القوة نتمنى له متوفيق في عشرين عشرين هنسيب ألعاب القوة نروح لعبة فردية عالمية هي لعبة ريسكواش وكابتن كريم عبدالجواد وكابتن مصطفى عسل ما شاء الله عليهم مشرفين خارج مصر على المستوى المحلي وضعه ولكن المستوى الدولي شيء رائع لنجمنا الكبار هنبدأ مع الرجال وكابتن كريم عبدالجواد وحصول كريم عبدالجواد بقى منتخب السكواش على بطولة العالم في أمريكا اللي أقيمت في أمريكا أخيرا كان بطولة العالم كريم عبدالجواد حصل ثلاث ألقاب لقب بطولة العالم للفرق مع المنتخب في أمريكا لسه شهر ده لقب بطولة مصر الدولية وبطولة تشالنز في إنجلترا الثلاث بطولات حاز على ألقابهم نجمين الكبير مصطفى عسل بطل عالم للشباب تحت 19 سنة للسنة التالية سنة اللي فات بطل العالم والسنة دي ايضا هو بطل العالم كابتن مصطفى عسل نجمين الكبير مرشح بقوة ان يخش في العشرة الكبار في العالم قريب جدا 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 ممكن يكون كمان الخامس او السادة الزلوتي لكن هو مرشح بقوة للفوز في المرحلة القادمة كابتن ياسر بعادل فضيل بطولة منتكر الدولية والسفقات السنة دي سنة ابراهيم قادمة من نادي الصيد دايما الاسكواش مفرحنا ودايما بسطنا ودايما على المستوى المحلي ما شاء الله عليه بطلات وانجازات كثيرة في لعبة الاسكواش نروح لقطاع مهم جدا واقطاع كبير جدا لاعضاء النادي الاهل ابطال ونجمات كل القطاع ده من اعضاء النادي الاهل وليه بقول كلمة اعضاء لان قطاع كبير وهو قطاع الكاراتية برقاسة دكتور مراد عاصم اللي بشكره وبقوله انجازات كثيرة جدا في قطاع الكاراتية فعلا ماشا الله عليه قطاع عم ماشي زي الساعة كل واحد عارف دوره كل بطل عارف هو رايح فين وجاي منين كل واحد عارف ترتيبه بص قطاع فعلا لازم نشيد به داخل النادي الاهل برقاسة تاني مرة دكتور مراد عاصم القطاع ده قطاع بحق انجازات محلية وعالمية بس البطلة نتكلم عن المستوى المحلي برضو العلامة الكاملة في المستوى المحلي تعالوا نشوف قطاع الكاراتية داخل النادي الاهل قطاع الكاراتية في المستوى المحلي في دور الكاتة شباب دور الكاتة شبات ودور الكاتة رجال وانسات العلامة الكاملة لغاية وقتنا هذا بحقيقين كل العلامة الكاملة في قطاع الكاراتيه قطاع منضبط جدا قطاع عليه اسلوب الدكتور برد عاصم بقاله زمن كثيرا معهم وفعلا كل واحد عارف دوره ايه نروح لنشاط الدولي وهو الاهم لان عندنا بطلة كبيرة كلنا منتظرينها برضو فتوك كابتن جيانا فاروق في النشاط الدولي كابتن جيانا فاروق نجمة كبيرة مصر حتى عليها امال في بطولة الولمبيات اللي جاية في توكيو عشرين عشرين حاليا جيانا بتحتل المركز التاني بالتصديف العالمي في الكاراتيه هي فعلا حاليا المركز التاني لكن ما شاء الله عليها دهبية بطولة الدوري العالمي باليابان في ستمبر في نفس الشهر بتحقق بطولة الدرجة الاولى في تشيلي في الدهبية تلاتة اه في اغسطس في ضيط بطولة الدوري العالمي بالمغرب وأربع برونزيد دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس اللي فات لسه نكمل في بطولة أفريقيا الكبار في بيتسوانا ثلاث مدليات من نصيب اللعيم الأهل جيانا فاروق دهبيت الكوميتين فضيت أحمد أشرف في الكاتة فردي وبرونزيد آية شام في الكاتة جماعي بطولة العالم النشئين والشباب في تشيلي برضو ثلاث مدليات من نصيب اللعيم الأهل فضيت فضيت فاطمة عبد الناصر كوميتين نشئات برونزيد نور إيهاب كوميتين شبات وفضيت نادية السيد كاتة فرق زي ما احنا شايفين قدامنا أكيد بطالتنا الكبيرة دكتورة جيانا فاروق اللي منتظرينها بإذن الله في الأولمبياد اللي جاية نتبع لها التوفيق والتأهيل للأولمبياد اللي جاية في توكيو لأنها حاجة مهمة جدا وقريب جدا منها نتبع لها أنت يعني أنا عارف أنها لا تبخل بأي زرة عرق للتدريب لكن نتبع لها التوفيق بإذن الله لأن الجانا فاروق نجمة كبيرة مصر حط عليها أمال في توكيو اللي جاية بإذن الله هنسيب الكاراتي وهنروح لفريق السباحة أو قطاع السباحة قطاع على العاب الماء بخيادة كابتن واقل عزت اللي نقول له فعلا قطاع كبير برضو في النادي وماشاء الله عليهم إنجازات كثيرة جدا في المرحلة الأخيرة دي هي مستمرة لكن بنتكلم على موسم 2019 هنبدأ مع السباحة في السباحة سبعتاشر مديليا من نصيب سباحة الأهل دي كتفين دورة العابة أفريقية في المغرب هنيامورو أربع دهبيات متين ربعمية تمنمية وألف ومسمائة متر علي خلافالة نجمنا الكبيرة يتأهل الولمبياد رسميا دهبية خمسين متر حرة واتنين فضية ميت متر حرة وخمسين متر فراشة كل ده في دورة العابة الأفريقية نجمنا الكبير أحمد أكرم اتنين دهبية تمنمية وألف ومسمائة متر حرة وبرونزية روعة متر حرة محمد سامي دهبية خمسين متر ظه وفضية ميت متر ظه وبرونزية ميت متر حرة عبد الرحمن سامح دهبية خمسين متر فراشة أحمد حمدي برونزية روعة متر 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 فراشة سارة سليمان برونزية ميت متر صدر نكمل مع القطاع كله دول نجومنا الكبارحة في البطولة الافريقية او دولة العابة الافريقية لكن في بطولة الجمهورية السباحة القسيرة حصد الدرع العام للبطولة النادي الاهلي لعب في بطولة الجمهورية حصل 14 كاس بالاصر 14 كاس خد الكؤوس ومشي نفس الكلام دي العادة في النادي الاهلي المركز الاول تحت 15 16 17 و 18 و 19 سنة و عمومي رجال وسيدات بطولة الجمهورية للسباحة المفتوحة قدرنا ناخد 12 كاس من اصل 14 لا الحمد لله سبنا كسين المركز الاول تحت 14 و 15 و 17 و 18 و 19 سنة و عمومي رجال وسيدات بطولة الجمهورية للسباحة حصد الكاس العام لبطولة كاس الاتحال المركز الاول تحت 15 11 و 12 و 14 و 16 سنة المركز التالي تحت 13 سنة والمركز التالي تحت 15 سنة بطولة القاهرة الصيفية المركز الاول تحت 12 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 سنة و عمومي المركز التالي تحت 11 سنة والمركز التالي تحت 13 سنة بكده ده قطاع السباحة ما شاء الله عليه برضو انجازات كثيرة جدا نطلقوا الورق كتير معايا لكن الدولاب اكبر بتاع الناد الالي في بطولات وانجازات وفعلا تاني وبشيط بكل اداء اللاعبين اللي تفانوا في التدريبات مع مداربينهم لان اكيد دي حاجة مهمة جدا 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 في الاداء الاداء اللاعب داخل الملعب في اداءه في تدريباته واخلاصه اكيد ده اللي بيقضى علينا بالبطولات هنروح لفري الجنباز او قطاع الجنباز في النادي الاهلي هنروح لرجال النادي الاهلي او نشئين النادي الاهلي بنعنى الاصح الحصاد المحلي حصد 19 دهبية في بطولة الجمهورية الاولى تحت 7 سنوات وحصد 16 مدينة دهبية في بطولة الجمهورية الاولى تحت 8 سنوات 15 دهب في بطولة الجمهورية الأولى تحت 9 سنوات 11 دهب وفضية واحدة في بطولة الجمهورية الأولى تحت 10 سنوات و4 دهب و3 فضة وبرونزية في بطولة الجمهورية الأولى تحت 11 سنة حصد كمان 16 مدلية دهبية في بطولة الجمهورية الثانية تحت 8 سنوات وحصد 20 مدلية دهبية للجمهورية الثانية تحت 7 سنوات الحصاد الدولي نجمتنا الكبيرة فرح سيد أحمد برونزية بطولة إكرانيا في أجهزة المتوازي وعرض الانتزان للحركات الأرضي فضيت دورة الأفريقية بالمغرب في الفردي العام وفضيت جهاز خصان القفز وزهبيت الفرق نجمنا محمد مختار موسى برونزية الفرق في بطولة البحر المتوسط بإيطاليا عبد الرحمن محمد زهبيت الفرق في البطولة العربية النشئين في تونس وندا عبد الرحمن برونزية زهبيت البطولة العربية النشئين في تونس على جهاز عرض التوازن وبرونزية الفردي العام وزهبيت الفرق برونزية الفرق ببطولة سجال في روسيا محمد بالنسبة لسيدات الحصاد المحلي لسيدات في الجنباز حصل 22 مديلية دهبية في بطولة الجمهورية الأولى تحت 6 سنوات و 17 دهب و 2 فضة في بطولة الجمهورية الأولى تحت 7 سنوات و 18 مديلية دهبية وبرونزية واحدة في بطولة الجمهورية الأولى تحت 8 سنوات حصل 6 دهب و 8 فضة وبرونزية واحدة في بطولة الجمهورية الأولى تحت 9 سنوات وحصل 5 دهب و 2 فضة و 10 برونز في بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات بكده زي ما احنا شايفين قطاع الجنباز مهتم بناشئنا ودي حاجة مهمة ان احنا نبتدي نبني قاعدة كبيرة جدا في الناشئين بتحصد المدليات وتكوين شخصية بطل لسه على الطريق عشان يقدر في الحالة اللي بعدية يقدر نستفيد منه فابطالنا يقدروا كمان كون في خطة طويلة الامد اربع خمس سنين بتجدوا تواجدوا في المحفل الكبير رجال وسيدات والدوري المحلي وبطولات الجمهورية ونقدر نفوز بها بازن الله في قطاع الجنباز هنروح اعتقد اخر حاجة معنا النهاردة التنس الارضي تنس الارضي بطولات وانجازات في التنس الارضي تعال نشوف بالتنس الارضي عملوا ايه في هذا الموسم رجال فضية بطولة الدوري العام وفضية بطولة العالم ناشئين تحت اتناشر سنة بلال ابو طالب فارس زكريا اياد رضا عزت بلال ابو طالب وفارس زكريا ذهبية الزوجي في بطولة افريقية تحت تمنتاشر سنة اما اياد رضا عزت فضية بطولة افريقيا تحت اتناشر سنة كما حصل على المدلية الفضية بالبطولة العربية مع المنتخب المصري سيدات ذهبية بطولة الدوري العام ميار شريف ذهبية فردي دورة الاعاب الافريقية ميار شريف ورانا شريف الاتنين ذهبية الزوجة دورة الاعاب الافريقية بالمغرب وكمان ذهبية الفرق مع المنتخب الوطني في دورة الاعاب الافريقية في المغرب. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا اهتمام كبير جدا من ناشئين وناشئات والفرق الكبيرة كمان. منظومة مهمة جدا. بس المنظومة دي النهاردة لازم يكون في نهاية الحلقة عندنا النهاردة لازم نشكر بشكل مباشر اولياء الامور. صدقوني بيتعبوا. بقول لهم تعظيم سلام. من غيركم ما كناش نتكلم على كل الدولاب ده. اولياء الامور اللي بيتعبوا بيودوا وبيجيبوا مذكرة وحاجات كتيرة جدا لازم في اخر الحصار لازم نشكرهم. ونقول لهم شكرا تعبتم معانا سنة. تعبتم معانا سنة. وان شاء الله السنة الجديدة تتعبوا اكتر. بس دايما انتو كلكم بتكونوا موصلين بولادكم لما يحاوا يقفوا على منصات التطويق ويحاوا مداليا. نتمنها سنة انتهت بمشاكلها بحلوها بمرها. ونفتح سنة جديدة في عشرين عشرين بامال وطموح مختلفة. كمان والاهم مش امال وطموح مختلفة بس امال وطموح مختلفة ليه النادي الاهلي. بانجازات تزيد من بطولات النادي الاهلي في المرحلة اللي جاية. نتمنها اخير. نتمنها سنة سعيدة علينا وعليكم. وعلى كل العالم وان شاء الله بعد اقل من يعني اربعة واشتين ساعة او عفوا ستة سبعة واشتين ساعة. سنة جديدة. عايزين نتبسط ونفرح عشان نشوف سنة جديدة علينا. نخشها بطموح مختلفة. في نهاية الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.